مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 39 سنشغل على الجزء الثالث من النص المسترسل جولة في بيتي الذاكرة إذن فالجزء الأول يبدأ من استمرت جولتنا ووقفنا أمام واجهات نزاجية إلى في الموسيقى العالمية إذن قبل أن تجيبوا عن الأسئلة لا بد أن تقرأوا عدة مرات الجزء الثالث إذن بعد قراءتكم لجزء الثالث مرات عديدة سنمر إلى أفهم وأحلل أختاروا الكلمة المناسبة لشرح ما تحته خط تجسد براعة الصناع واصلنا جولتنا غدا له صدا وتأثير إذن سنختار الجواب الصحيح أو سنختار المعنى الصحيح لكل فعل تجسد براعة الصناع هل تحوله؟ تمثل؟ تعبره؟ إذن فتجسد براعة الصناع فإذا عودنا إلى الجزء الثالث إنها من التحف الفنية التي تجسد براعة الصناع تجسد براعة الصناع أي تمثل براعة الصناع هذه الكلمة التي سنختارها لتعود وتجسد واصلنا جولتنا بلغنا ربطنا تابعنا واصلنا أي تابعنا المسير أو تابعنا الجولة غدا له صدا وتأثير كان أصبح مضى غدا له غدا غدا يغدو يعني غدا أصبح له وليس كان أو مضى له غدا له صدا وتأثير إذن أصبح له تأثير وصدا ثم ثانيا أتمم البطاقة للتعريف بتحف الفضة والنحاسي المعروضة في بيت الذاكرة الأشكال التي تميزها الثقافات التي امتزجت فيها إذن الأشكال التي تميزها أي التحف الفضة والنحاسي المعروضة في بيت الذاكرة الأشكال التي تميزها فهي أشكال هندسية أخاذة انتجم فيها الفن العبري مع فن الأرابيسك إذن هو المعنى للأرابيسك فهو موجود في صفحة 37 يعني في نهاية الصفحة الأرابيسك فن الزخرفة العربية أرب يعني جات من أرب فن الزخرفة العربية يتكون من خطوط من سوجة مع بعضها ومنحنيات مرتبة ترتيبا هندسيا أرابيسك أر أرابيسك جثما لاراب أولار يعني الفن فن الزخرفة العربية يعني قلنا نسجم فيها الفن العبري مع فن الأرابيسك العربي وأشكال النقش الأمازيغي وأشكال النقش الأمازيغي كما نعلم فكذلك الفن الأمازيغي له أشكاله الخاصة به فيما يخص الحلي وكذلك اللباس إلى غير ذلك إذن الأشكال التي تميزها أشكال هندسية أخاذة انتجم فيها الفن العبري مع فن الأرابيسك العربي وأشكال النقش الأمازيغي ثم التقافات التي امتزجت فيها دائما في الجزء الثالث فإذا رجعنا إلى النص لكي نحدد التقافات التي امتزجت فيها إذن وتنميقها بأشكال هندسية أخاذة انتجم فيها الفن العبري إذن هناك الفن العبري مع الفن مع فن الأرابيسك كذلك فن الزخرف العربي وهو فن الأرابيسك وأشكال الفن الأمازيغي وأشكال الفن الأمازيغي مما أعطانا إبداعات رائعة بهرة الزوار في كل معارض الفنون والصناعة التقليدية بالعالم واصلنا جولتنا لنقف أمام معروضات من الآلات الموسيقية وصور لفنانين ما نزالوا إلى اليوم نتغنى بألحانهم ذات النغمات الأندلسية والغرنطية التي جاءوا بها من الأندلس وتصاهرت مع الموسيقى العربية والأمازيغية إذن كذلك هناك الفن العربي والفن الأمازيغي كذلك فضلا عن الحسانية والإفريقية لتكون رصيدا فنيا من الأغاني الشعبية التي غدى لها صدى وتأثير في الموسيقى العالمية إذن سنذكر التقافات التي يمتزج فيها هناك الفن العبري فن الأربيسك العربي مع أشكال الفن الأمازيغي ثم ثالثان ما مجالات الصناعة التقليدية المذكورة في هذا الجزء مجالات الصناعة التقليدية إذن مجالات الصناعة التقليدية هناك صناعة الأحذية والأواني المنزلية وخياطة الملابس التقليدية سنرجع إلى الجزء الثالث دائما وفضلا عن ذلك تميزت مساهمتهم في صناعة الأحذية إذن هناك صناعة الأحذية والأواني المنزلية وخياطة الملابس التقليدية إذن هذا ما ذكرناه إذن قلنا صناعة الأحذية والأواني المنزلية وخياطة الملابس التقليدية ثم بماذا تتميز الفنون الموسيقية الواردة في النص إذن تتميز الفنون الموسيقية الواردة في النص على أن أصبح لها تأثير في الموسيقى العالمية بفضل تنوع رصيدها الفني مكونة بذلك ما يعرف بالأغاني الشعبية وتصاهرت في النص في الجزء التالي وتصاهرت أي الفنون الموسيقية وتصاهرت مع الموسيقى العربية والأمازيغية فضلا عن الحسانية والإفريقية لتكون رصيدا فنيا من الأغاني الشعبية التي غدلها صدا وتأثير في الموسيقى العالمية فأصبح لها تأثير في الموسيقى العالمية بفضل تنوع رصيدها الفني مكونة بذلك ما يعرف بالأغاني الشعبية ما الروافد التي تشكلت منها الموسيقى المغربية؟ لأن الروافد التي تشكلت منها الموسيقى المغربية هناك الافريقية الروافد الافريقية الاندلسية والعبرية والمتوسطية كما سبق وأن رأينا العربية الامازيغية الحسانية الافريقية الاندلسية الغرناطية إذن كل هذه روافد الافريقية الاندلسية العبرية والمتوسطية سادسا استعملوا العبارات الملونة في جمل فضلا عن ذلك تميزت مساهمتهم في صناعة الأحدية حينئذ أخبرنا الدليل أنها صور لفنانين إذن مثلا فضلا عن استمتاعنا بالتجوال في المدينة والطقاطنا صورا تذكارية حينئذ أخبرتني أمي عن عراقة أصوار المدينة الشاهدة على عصور خلت خلت أي مرت ومضت فضلا عن استماعنا أو استمتاعنا أي أننا استمتعنا وأعجبنا وقضينا وقتا جميلا وممتعا بالتجوال أي بالتجول في أزقة المدينة فضلا عن استمتاعنا بالتجوال في المدينة والطقاطنا صورا تذكارية حينئذ أي في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة أخبرتني أمي عن عراقة أي قدم أصوار المدينة الشاهدة على عصور خلت خلت قلنا مضت بهذا نكون قد أنهينا أسئلة الجزء الثالث أتقي في أسئلة الجزء الرابع كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة الدروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستتجونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف وبالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء